اذا بغينا نهضروا قد نهضروا على واحد لهي اخر جات على حبر على ورق لمن تهضروا على يعني حامل الشهادة حامل الشهادة هنا غد نبيل لكم بان هادوك التنصيقيات اللي هما غطاء دي النقافات باش ياخدوا منهم يعني الشرعية باش يعني يسيطروا وتحكموا في التنصيقيات ديرين سوكريتاريات باش يتحكموا في الشارع وممطن تيتحكموا في يعني في التفاوض باسم الشغية وتيولوا تيتبنوا الملفات دي القواعد دياله هادو خرج واحد اللي قال لك اسيدي من حامل الشهادات العليا او الشواهد العليا خرج تيقول لك اسيدي اوتي زومي على 14 ينير وتقول لنا 18 ينير بعد اجداروا فيه اجداروا فيه جابوا فيها ربعات الملفات وتيقول لك مشاريع المراسيم ورنا هاد المشاريع المراسيم اللي يعطينا وجهكم يلا بسنطحين ورنا هاد المشاريع المراسيم وانتو ما قلتو ربعات النقيقات ربعات الملفات اللي كينين فقط المتصرفون هو من معهم من هدروش عليهم على شجدهم ديبا الاسناد ما عندنا تعالق بيهم ما ذكرت سوى في الفين واثنين وعشرين في المرسوم جوز تنين وعشرين تسعود وستين اما الان رغير كملوا هادك السانة باش يدمجوهم ويدمجو بيدون مبارا ولا بيدون تكوين ولا بيدون تخرج من المراكز الى اخيري حين ديولهم لو ما يو انتغميديا هو ما اللي حاطين هم يزبرو يعني الشغيلة بالاقتطاعات وبتنفيد كلش الاملاءات اللي كونسين والتعليمات ديالالالالعره تسبقو مما الليولي ايدن خرج لنا هاد الهم لك هالتاوع اش تيقول لك اتفاق 14 ينير حبر على ورق وهو ما را كلش حبر على ورق وحتدها را حبر على ورق وش تيجي تيقول لك حامل الشهادات اللي كنت ترتها قبل وهاد الملف يعني انا عندي علم به وكنت ترته غير باش يعني يتم الانتباه ديالالاخوان تاو احد ما اهضر فعلا تاو احد ما تدخل هادك شي باش نخصنا نكون يعني مباشر باش يكون تفاعل باش نتفاعل معكم مو ماشي مشكلة غندي تنديروش مباشر خلال الاشياء من وراء العصر نديرو واحد المباشر باش يكون هناك تفاعل ايدن بنهنا شار الى هاد الملف ديال الحامل الشواهي العليا وتغيير الايطار شوف 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 القوة ديال هادوك الاتباع ديالهم اللي تيقول لك تنسيقيات وتتحكموا في في التنسيقيات وتيولو تيجوهما اللي تيحلو تيوجو الحلول ديال ديال الملفات اللي تيوجو الحلول ديال الملفات بحال كما باغين يديرو مع الدكاتيرا وباغين يوجو تاني الحلول حول الاقدامية ديال الشهادة والاقدامية العامة وفق ما يخدموا المصالح ديال كل فئة كل فئة وكونهم يقضين ما كيش ليخرج علينا وليضيع الحقوق وكد ان كل فئة ورامتهم ما غراسها وباغين الحلول اللي دو زيو تسبقين اللولا باغين يتسبقوا يبقى ما تهمهم شو ما يتنطادا يستبقوا مالولين وفي حين ان بن موسى ولا الناقابات ولا الهم لك حال ديالو جيستونية غلومو في جيستونية انتو ما قلتو وبن موسى جاء سخون بردو اش غادي يدير الله يبقى الوافا رحمة الله عليه قالك ميجيت هاد الوزارة لا لقينا غلهم لك حل ولي لقينا اش قال لي واش نظام اساسي تباغي تبنيه والنظام القديم اعترفت بأنه كان فيه خروقات وكان فيه تجاوزات وكان فيه تغارات نواقس وعيوب وضحايا اللي اعترفت بهم الدولة واعترفت بهم الحكومة واعترفت بهم الهم لك حال وما انتو تقول تضحايا خصك خصك يعني دير جبر الضرار ديالهم خصك ترقيهم دون قيد او شرط تجو غاديو لكم اللي اعطيتهم ترقيات استثنائيا المستشارين ومن معاهم توجيه والتخطيط للإدارة الطربوية المفتيشين لهم لك حل ليدربكم وخلي عليك المراجعة ديال منظومة التعويضات لهذا الهيئات التانية رغم ما كين عط تعويضات تسمينه لهم تاني يرقوهم وما اللي قلين وتاني تعويضات تسمينه لهم رادارو ليم تات مراجعة التعويضات هاد الهيئات نفس الهيئات نفس الهيئات هادو اللي كين ينظركم مخرجينكم باش يسرحوكم ويلهوكم بالليجانتونائية باش يبقوا غاديين سارحينكم تلعين ومن بعد يدعطوكم دقة العنيف ومخرجي لكم كعبي قال لك حقا جاي بيميكتو وتي دير الخير لو اللي يديولك جاي بيميكتو ولهوتي يدافع على التأخير قال لك دير النظام الاساسي راه ويجيت يقول لك راباقي غادي نديره اقتراحات والتا سيرش مر اقتراحات لهم لك هل شير شير تكمش شير هو تكمش حنا راه عارفينكم عارفينكم اه راه من يجيتو قلبتو لابان من ستا وتسعين ستا وتسعين وجاو الهم لك حال تاني قلب لابان تاني في الفين وحضاعش وجايين مرجعين ادركة باش ينوم بنادم وباش يشغلوا بنادم تاني باخنوش بابن كيران اخنوش من كيران تابن كيران راه كلش هادك الشي اللي يديرو كون عندو الوجاقة ما يبقى يرجع يديره اه راه مرجعين وليكم راتيشن سبعات الماليا سبعات البليون سيارة يعني مصفاحة الفيلا بالحراسة ديالها وجايين تقول لك انت تديره جاي بينو يخدم على راسو يبينو يخدم تياه يتخلص صلص يخدم يجي ناعس بنادم ويبقى يشد في اخنوش ما اخنوش 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 بوحدو اللي كان شكل يجابو مش جتوه شتوما وهذا كل احزاب اللي معا ثلاثة ها ثلاثة دارو الاغليبية داري الاغليبية بارياحية شكل يجابوش اخنوش الحزب ديالهم معروش شكون معروف شوه منين ما عرفتوه مش الحزب قاع اصلا دياله خليه علينا اذاك لش تابع هاد الحزب اللي معاه للطعم لترياكتور ما عارفينوش. واستقلال نيت. ما عارفينو مش. شكو اللي جابوا ميك جدوم غدتوم. جدتباكوا علينا. دار مية وعشرين. انجو الرجعو لهد. لهدهم لك حل ديال خاري. ديال هنا يا. جاو احد قال لك ديال حامل الشهادات. حامل الشهادات. اش قال لك تغيير الايطار. تغيير الايطار. وقل لك ديال حامل الشهادات. رابطينو مع تغيير الايطار. ومختياز لينو في تغيير الايطار. علاش? لان الناس ديال الابتداء وديال الاعدادي باغين يغيروا الايطار. وتحرفو على يعني الهدف ديال هدك 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 المطلب ديال الحامل الشهادات. غتقول لي يا كيفاش غد نفسر لكم. لابطين وعشرين. او دبلا مش تراج. هذا اول اهم غد جيبه لك الأخر. مش مشكلة. حامل الشهادات. ذك هدو المطلب اش قال. الاصل ديله هو الترقية بالشهادات الترقية بالشهادات مش يتغيير الاطار بالشهادات اردوه الان حين تغير الابتدائي والاعدادي اللي تهمهم داك شي بتغيير الاطار الى التنويه التأهيلي هاد الشيرة كان في عهد امزازي وكان قال لهم باننا احنا باش يعني نجنبو هات تغيير الاطار هم تجنبو تغيير الاطار بالنسبة الابتدائي وحنا في حاجة لهاد الاساتي دا في الابتدائي لانهم تيخدمو كوم ديميدسان جينيراليست تنخدبو بيهم كوم النونفوتار تيخدبو بيهم كل شي بحل شي جوك اما لمشو التنويه غير يقول له تيخدمو في الاختصاص ديالهم الى اخره فالابتدائي تيكون يعني محتاج له ومن تم جات الفكرة باش يعني يحطو الاطار ديال الدرجة الممتازة يفتحوا بطارقي الدرجة الممتازة لأوريشيل في الابتدائي والاعدادي هذي 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 الفكرة على الجات هذك هذك شي ويا الفكرة على الجات تاني باش يحطو اطار ديال استاذ باحيت بالنسبة للدكاطرة باش يبقوا في القطاع ديال الطربية الوطنية اذا تنشوفوا ايش تنشوفوا بانا حامل الشهادة اللي هو شهادة ديال الماستر او الدكتورة هذو كان من حقهم قبل من الفين وخمستاعش قبل ما يجي هاد بن كيران اللي هو اللي خربه وقلس هلتر لها وباقي ندركه رجعين وتيم يلموا عليه وبعض الصحفيين البارح كانت يضرب فيه ليوم ولا قلس تيم دح فيه لانهم يتجيهم التوجيه هات مدحو هادا مدحوه مني يتقولوا لي هم اه طحنوا هادا طحنوا فقط ومقابلين ار لشي في اغضاء في اغضاء ديالهن المهم اشغال حامل الشهادة اللي تم التوقيف طرقية بالشهادة هو بن كيران جميع المصائب اللي دارها او اللي تتعانوا منها ديال بن كيران القرارات ديال بن كيران اما باش يجي مسح فيه اخ النوش فاخنوش كان غاوازير هو اللي كان الرئيس دياله اذا انت اللي تتحمل المسؤولية لا دار هو اللي بس انت اللي بتحديليه وا او مضافة جاتوا الهم زي دروعة اتي عقلش عليك لكن تلي تحملت المسؤولية كاللي كتي تتمتل المغاربة وانت اللي قلبتي بيهم لابان تبين على هادرا المهم بن كيران وقفت ترقية بالشهادة في الفين وخمسناعش اذا المطلب الرسمي الاساسي ديال الشهادة وهو ترقي وليس تغير الايطار اذا كيف جيتوا انتم الان واللي تتقولوا واللي ترضيتوا تغيير الايطار هذيك الشيء لاش هما جاءوا الان وداروا المباراة لان المباراة لكانت ترقية بالشهادة تتكون عاموديا هذيك ما تتكونش فعل مباراة تتكون عندها المعايير ديال الطرقية بالاختيار او او الكفاءة الميهانية المهم هادو الجاود داروها دركا ترقية اوفقية تغيير الايطار تغيير الايطار مناش اختاز له هذك المطلب فقط كتغيير الايطار للابتدائي والاعدادي باش يطلعوا التانوي تأهيلي باش قال لك ستافدوا من خارج السلم هادو المطلب اصلا اللي يدرك الان في النظام الاساسي الجديد ولا متجاوزا بما انه النظام بما انه هارج السلم او درجة ممتازة ولا ترد فتحت الان في النظام الاساسي بالنسبة الاعدادي والابتدائي اذا شكو اللي غاد يضيعو تضيعو دمي صحاب التانوي لانت التانوي عندهم حامل الشهادات وفي التالي ما غا يستافدوش اذا المطلب الان الاساسي اللي كان خاصو يكون وهو الطرقية باطارين رجعي من تاريخ الحصول على الشهادة هذا هو المطلب الاساسي هذا هو المطلب الاساسي هو الطرقية باطارين رجعي من تاريخ الحصول على الشهادة علاش لانه كينين اللي كان عنده الماستر او عنده الدكتورة توظفها بالعاشر في حين ان هذه الساعة الماستر كان خصو يتوظف بالحضاعش. في كيف يعقل. اصحاب الازناد. كل شهاد الهم لكحال بقوا مسنينهم عام. حتى كملوا عام. وغادي يدمجوهم وبقاطانين رجعي من الفين وستاعش. وغا يمكنو من تقييد في الترقية بالاختيار ديال الفين وواحد وعشرين. وغادي يدوزونهم كل شهاد شي ويتخلصو. وكل شي مهدولهم الطريق. وصحاب الشهادات لهذي حق كان حق. غا توقف غا قرار من بن كيران. ما يتمش يعني احتساب الاطار الرجعي من تاريخ الحصول على الشهادة. علاش? لان هادوك اللي في التنسيقيات اللي تتماشاوا مع النقابات تيعطوهم الشرعية باش يغيروا المطلب الاساسي من الطرقية بالشهادة من تاريخ الحصول على الشهادة الى مطلب ضيق يخصو فئة ديالهم فقط لتغيير سيبلي وهي تغيير الاطار من الابتدائي والاعدادي الى التانوي التأهيلي. اذا صحاب التانوي التأهيلي في هاد الحالة في هاد الحالة وخاصهم يعطوهم سنوات اعتبارية. بس يسرعوا لهم طرقي تاوا من 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 خارج السلام الدرجة الاستثنائية اللي جاية ولا من الحضاعش الى يعني ولا من الحضاعش الى الدرجة الممتازة. خاصوهم تا مو يستافدوا. اذا خاصوهم تبناحهم تاهم مسانوات اعتبارية تمكنهم من تسرعوا الترقية ديالهم. تعاونهم في الترقية ديالهم. او يشوفوا شو حلول اخرى. كيفاش لا يعقل ان هذا المطلب كان ديال حامل الشهادات وهو من اجل التراقي بالشهادات. للماصر كانت خاصة الحضاعش. وكل كنت لقيتو الرجال. وكرة الدكتورة خاصة الدرجة الممتازة. او ريشيل. ولكن را اولنا تاني في هدل الهم لك حلقة. ما تنبغون ديرو تلقوا روسنا. يلا سمحوا لينا ما تنسوش بارتاجو هذا الفيديو على نتاق نوازح تتعمل فايد كتر من اجاب ليكات الدورو مية وعشرين. من بعد غادي نقدر الثاني. حسنا نقدر على هذا. مون فاصيل. لانا تسعود وعشرين ما غاديشوهوش الناس بزار. ولما كملتش هد الفيديو ما يمكنش ليك تفهم اشكين. لاننا تنترقوا لبعض الاشياء تقدر تكون في الوسط تكون في الاخير في الاول الى اخيره. وتنحيوا جميع الاخوان والاخوات اللي تضامنوا معنا. اللي تتعاونوا معنا في جميع ربوع المملكة المغربية. ولا عزاء لخائن والزبارية لزبروكم. لزبركم. قال لكم هندوزكم. وصيروا عندو دابا. دوز قال لكم المتقاعدين. يجمعوا يدولي. ها الدولي. واي فيها ما تيفلتاش. ما تعقلها للتحد. يا الله سبارك الله لكم شوفكم في فيديو آغة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.